اهلا بكم مشاهدين افاد رئيس المجلس المحلي لمدينة درعا زياد محميد ان اجتماعا دار بين المجلس التابع للحكومة السورية المؤقتة ومسؤول اردني كبير لبحث اعادة فتح معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا بعد سيطرة الثواري عليه واشار محميد انه تم التوصل لاتفاق مبدئي على تشغيل المنطقة الحرة والبدء بتجهيز المعبر لاستئناف العمل به الى جانب تسهيل مرور الحالات الانسانية في السياق المتصل اعلن مجلس محافظة درعا عن نيته توظيف اشخاص ذوي خبرة في معبر نصيب والسوق السوري الحرة كخطوة اولى نحو التجهيز لاستئناف العمل في المعبر واعادة تأهيله وتزويده بالاجهزة والمعدات اللازمة ذكرت تقارير اعلامية بان السلطات التركية بدأت باجراءات استبدال لوحات السيارات السورية الموجودة على الاراضي التركية قبل الثالث من الشهر الجاري بلوحات تركية وانشر بعض السوريين صورا لما قالوا انها النموذج المعتمد من اللوحات التركية الخاصة حصرا بسيارات السوريين ويظهر مدونا على جانبها اول حرفين من اسم سوريا باللاتيني مع العلم التركي هذا وبدأت العملية انطلاقا من مدينة غازي عنتاب التي تعد اكبر مركز لتجمع السوريين في تركيا بدأ في العاصمة دمشق تطبيق تعرفة ركوب الجديدة التي اطلق النظام على كافة باصات النقل الداخلي حيث اصبحت التعرفة بخمسين ليرة سورية بعد ان كانت باربعين ليرة ويأتي هذا الاجراء تطبيقا للقرار الذي صدر الاسبوع الفائد والذي يتضمن رفع اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار قطع التبديل اللازمة لصيانة المركبات ولتحقيق التوازن بين المواطن ومالك المركبة حسب القرار في اسعار عملات هبط الدولار بمقدار طفيف في الاسواق المحلية عما سجله يوم امس وانخفض بحوالي ليرة واحدة ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار حوالي 274 ليرة سورية للمبيع وفق تداول عملات اليوم بينما سجل سعر صرفه في حلب قرابة 272 ليرة سورية للمبيع ايضا ترجمة نانسي قنقر كشف المصرف الصناعي التابع للنظام ان الاضرار التي لحقت بالمصرف حتى بداية العام الجاري تجاوزت المليار وثلاثمائة مليون ليرة سورية حيث قرأت الاضرار المباشرة المئة وعشرين مليون ليرة في حين تجاوزت الاضرار غير مباشرة المليار ومئتي مليون ليرة سورية كما وصل عدد الافراد المفقودين من موظفي المصرف الى تسعة افراد اعلن موقع سيريا ستوكس اكبر موقع لرصد اسعار الدولار في السوق السوداء السورية اعلن عن يقاف خدمة بث اسعار الصرف على صفحته الرسمية وكذلك تطبيقات موبايل بعد تهتدات مباشرة من قبل النظام وكان الموقع الذي يحظى باكثر من 300 الف متابع قد اتهم بشكل مباشر من قبل حاكم المصرف بالتسبب في ارتفاع اسعار الدولار وبث اسعار الصرف وهمية وقد تعرض موقع سيريا ستوكس للهجوم من جانب وسائل اعلام موالية للمظام لفترة طويلة بذريعة مسؤولية عن بث اسعار صرف الدولار واتهام ادارته بالعمال لتركيا والعمل على الاضرار بالاقتصاد المحلي بعد نقله واقع اسواق العملات السورية وفي اسعار المعدن انخفض الذهب بدوره في الاسواق السورية متأثرة بانخفاض الذهب عالميا والدولار محليا فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 9321 لير سوريا حسب تداولات سعر الذهب في اسواق حما في مواصل سعر غرامه من عيار 18 في حما كذلك الى قرابة 7889 لير سوريا عربيا قالت مصادر مطلعة في اليمن ان القتال الدار في البلاد اثار خوف شركات الشحن البحري وادى الى ابتعادها عن المرافق وهو ما دفع محطة تصدير الغاز المسال في اليمن الى اقلاق احد خطوط الانتاج واوضحت المصادر ان المشكلة ترجع الى الحرب الدائرة في اليمن فلم تعد الكثير من السفن تأتي لنقل الغاز الطبيعي المسال ولذا يتم تشغيل خط انتاج واحد فقط وتشير بيانات تتبع السفن الى انه من المقرر وصول ناقلة الغاز المسال لغريس اكاسيا الى مرفأ بالحاف في اليمن في العاشر من نيسان الجاري قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري ان بغداد تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص تقديم مساعدات عاجلة وكان البرلمان العراقي وافق على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار للعام الحالي وتتوقع عجزا قدره 25 تريليون دينار في ضل الاوضاع الامنية في العراق اضافة لهبوط اسعار النفط قالت وزارة التخطيط المصرية ان الاربعة مليارات دولار التي تعهدت الكويت بتقديمها لمصر في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تنقسم الى ملياري دولار كوديعة سيجري تحويلها للبنك المصرفي المركزي قريبا لدعم احتياطي النقد الاجنبي بجانب ملياري دولار كاستثمارات في القطاع الاقتصادي المصري ومن المتوقع ان تستقبل مصر ثلاثة مليارات دولار ودائع من السعودية والامارات بنهاية الشهر الجاري وفق تصريحات لمسؤولين حكومين في تقرير العالمي استعادت دولار الامريكي عفيته امام اليورو بعد تقرير عن ضعف الوظائف الامريكية وفي موضوع اخر قالت اليونان ان المانيا تتحمل دينا لليونان يقدر بنحو 280 مليار يورو كتعويض عن الاحتلال النازي مزيد من الاخبار نتابعها في التقرير الثالث اقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تستخدم كل من تركيا وايران عملتها المحلية في التجارة بينهما لتفادي تقلبات سعر الصرف مضيفا انه ينبغي ان تكون مشترياتنا بالعملة الايرانية ومشتريات الايرانيين بالعملة التركية استعاد الدولار الامريكي عافيته امام اليورو عقب تقرير عن ضعف الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة لشهر اذار وهبطت العملة الاوروبية قرابة واحد بالمئة مسجلا انخفاضا بواحد فاصل ثمانية دولار في اواخر التعاملات في السوق الامريكي اظهر مسح جديد تسارع نشاط الشركات بمنطقة اليورو في اذار باقوى وطيرة لها في نحو عام حيث سعى العملاء الى الاستفادة من تخفيضات الاسعار عن طريق تسجيل طلبيات شراء جديدة بمعدل غير مسبوق منذ منتصف عام 2011 قالت وزارة المالية اليونانية ان المانيا تتحمل دينا لليونان يقدر بنحو 280 مليار يورو كتعويض عن الاحتلال النازي لها وكانت الحكومات اليونانية قد دفعت باتجاه الحصول على تعويض عن اضرار الحرب من المانيا منذ عقود لكن الحكومة لم تحدد رسميا مبلغا للتعويض قالت شركة شيل النفطية الهولندية انها اتفقت على شراء مجموعة بي جي البريطانية مقابل 70 مليار دولار في اول عملية اندماج عملاقة بقطاع النفط في عشر سنوات صعد مؤشر نيكي القياسي في برسط توكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 15 عاما بعد ان ضخل مستثمرون اليابانيون كمية كبيرة من السيولة في صناديق الاسهم ختام الفقر الاقتصادية شكرا على حسن المتابعة والآن عودة الى ميرا لاستكمال جولة الظاهرة شكرا على حسن المتابعة شكرا على حسن المتابعة شكرا على حسن المتابعة